جامعة عين سامس كلية التجارة التعليم المسطوح المستوى الرابع الفصل الجراسي الثاني تحصص إدارة الأعمال تحصص إدارة المستشاة إعداد دكتورة حريق خاطر إدارة الجودة الكلية أو الشامل الفصل الثاني بيتكلم عن البيئة الداخلية وثقافة المنظمة بتشمل على إيه البيئة الداخلية وثقافة المنظمة الفصل الثاني البيئة الداخلية وثقافة المنظمة يتكون هذا الفصل من ثلاثة تخصان أولا ثقافة المنظمة ثانيا دور الإدارة العليا في تطبيق مخفوم إدارة الجودة الشاملة أو الكلية في المنظمة ثلثا دور العاملين لتصديق مفهوم إدارة الجودة الكلية أو الشاملة فيها المنظمة. أول جزء هنتكلم عليه له أولا في البيئة الداخلية وثقافة المنظمة هي ثقافة المنظمة. يعني هي ثقافة المنظمة؟ ده السلوك العام اللي انت ممكن حقاك تشوفه في أي مكان من نظام نظام الإدارة في المنظمة واسلوك وتصرف العاملين فيها ومظهره. بينقسم ده الحاجتين. الجزء الأول فيه طبيعة نمط الإدارة العليا للمنظمة. وده بيبتدي من أول ما المنظمة بتضع رسالتها. بتحدد المهام بتاعتها. متوضح لهاكل التنظيمية. بتحط سياسات. بتحط نظم الاتصالات في المنظمة. قواعد وقرات العمل. العادات والتقاليد والأعراف المعجولة في المنظمة. وكل ما يرتبط بإدارة المنظمة. الجزء الثاني المرتبط ده ثقافة المنظمة. هو مرتبط بطبيعة العاملين في المنظمة من حيث مدى اهتمامهم بالعملة. التوجه ناحو العمله. هو بيهتم بالعميل ولا ما بيهتمش بالعميل. هل العميل شيخص مهمة بالنسبة لهم ولا لا. ايه تاني. علاقة العامل مع زملائه. رغبة العامل في بذل الجهد. هل هو بيبذل الجهد أكتر من مطلوب منه. ولا بيشتغل بأقل من مطلوب منه. بيبذل جهد كبير. بيبذل الجهد قليل. السلوب المنافسة بين الزملاء. مدى رغبة وحرص العاملين على التدريب او التحسين المستمر في اداءهم. كل ده بين عكس على طبيعة العاملين. يبقى لو جمعنا سلوك الادارة. وسلوك العاملين. هنوصل للجزء العاملين اللي هو ثقافة المنظمة. المصادر التي تستمد منها ثقافة المنظمة. الثقافة الموجودة الحالية للمنظمة تتأثر او جاية من عدة مصادر. اولها واهمها فلسفة ورغبة اصحاب المنظمة او ادارة المنظمة. ايه تاني؟ المجتمع اللي المنظمة موجودة فيه. ليه? لان الاداريين والعملين في المنظمة جايين من المجتمع اللي هن عايشين فيه. طبعا المجتمع له ثقافة معينة. بتأثر في سلوك العاملين والادارة وبالتالي ثقافة المنظمة ممكن تتأثر بثقافة المجتمع اللي توجد فيه المنظمة. تالت حاجة طبيعة الصناعة التي تعمل فيها المنظمة. كل المنظمة بتصبر العاملين فيها بصفة بصيرة معينة مرتبطة بطبيعة الصناعة. يعني هتلاقي العسكريين اليوم بتصرفات ونمط معين في الحياة. الاطباء نفس الكلام. المدرسين نفس الكلام. يبقى معنى كده الصناعة هنا بتصبر العاملين فيها بنمط معين بيأثر فيه سلوكهم. طبيعة السوق كمان المنظمة بتعمل فيه. الخصة هنا مرتبطة هو سوق البائع والسوق المشتري. سوق البائع البائع هو الاقوى. ليه البائع هو الاقوى? لان الكمية المعروضة في السوق اقل من الطلب. وبالتالي انا مش محتاج كبائع اقدم تنازلات للعملة. اما العكس بقى سوق المشتري والمشتري هو الاقوى. لان الكمية الموجودة في السوق اكبر بكتير من الطلب. وبالتالي لازم انا احاول اكسب سوق العميل وقدمه تنازلات. يعني معنا كده ان طبيعة السوق بتاع العكس او بتؤثر فيه سلوك العملين في المنظمة. بيتضفلها كمان التطور التاريخي للمنظمة وعدادها وتقاليدها. وكمان الخصائص الديمغرافية للعملين فيها من حيثه وما سنهم قد ايه. معظمهم سنه كبير سنه صغير شباب الى اخره. الجنس الجنس العاملين فيه زخور اناس او اناس وزخور مع بعض. مستوى الاداريين الشغالين في المنظمة. لما نيجي نتكلم في تطوير ثقافة المنظمة للمساعدة على تطبيق مفهوم ادارة الجودة الكلية. اولا ثقافة المنظمة الحالية ماينفعش تطبق فيها او تطبق معها ادارة الجودة الكلية. وبالتالي انا مطلوب مني اطور الثقافة دي عشان اساعدة على نجاح التطبيق. مطلوب من الادارة تعمل ايه? اول حاجة لازم تدرس وتقيم الثقافة الموجودة حاليا. فيها حاجات جيدة استفيد منها وادعها. وفيها حاجات محتاجة تطوير لازم اعمل على تطوير. بنعمل ايه تاني? في كل منظمة فيه جماعات عمل وافراد مؤثرين في ثقافة المنظمة وفي سلوك العاملين. وده ما يسمى بالتنظيم غير الرسمي. انا لازم اعرف مين الافراد دول اللي هم مؤثرين في العاملين. واحاول اقناعهم. لان تأثير الافراد دول على العاملين اكبر بكتير جدا من تأثير الادارة على العاملين. كل منظمة فيها مجالات قوة ومجالات ضعف. مجالات القوة ممكن تؤيد تطبيق ادارة الجودة الكلية فلازم اتعرف عليها واستخدمها استخدام جيد. ومجالات الضعف اللي ممكن تعارض او تعوق تطبيق الجودة الشاملة او الكلية. لازم اعرفها وابتدي اتعامل معاها وحسن منها علشان اضمن نجاح اسلوب ادارة الجودة الكلية. اي اسلوب في الدنيا بيتموا بدون تمهيد للعملين حيقابلوا بالفشل ويقابلوا شعاعات الى اخره. وبالتالي لازم انا اماهد للعملين بصورة جيدة جدا. وباسلوب مفهوم لهم. يعني ايه ادارة الجودة الكلية? متطلباتها ايه? هتحقق ايه للشركة? انا كعمل مطلوب مني ايه عشان احققه? جهد اكبر? تدريب اكتر? تغيير في اسلوب العمل? بس كل ده مرتبط بفوائد هتعود للمنظمة. فوائد اخرى هتعود ليه انا كعامل هاخد حوافظ اكتر? وكمان فوائد هتعود على المجتمع اللي انا عايش فيه. هي دي الاساليب اللي بتساعدني في تطوير ثقافة المنظمة. لما نيجي نناقش الجزء الثاني في البيع الداخلية والثقافة المنظمة وهو هيرتبط بدور الادارة العليا في تطبيق ادارة الجودة الكلية في المنظمة. اي عمل في الدنيا لن ينجح الا بدعم من الادارة العليا للتطبيق. الادارة العليا عشان تطبق ادارة الجودة الكلية بتقوم بشوية حاجات. اولها وضع الاستراتيجيات وهي عبارة عن ممارسات طويلة الاجل للجودة اللي حيتم تبقها بقى وضع سياسات الجودة واهتف الجودة وخطط تحقيق الجودة والاجراءات اللي هيتتبع وهي البرامج الزامنية اللي حمشة عليها. كل ده هيحقق لي نجاح ادارة الجودة الكلية. مطلوب ايضا من الادارة العليا للمنظمة تقود بنفسها تطبيق مفهوم ادارة الجودة الكلية في المنظمة. وفي نفس الوقت كمان تلتزم بالتطبيق. بمعنى ان ممكن ادارة الجودة الكلية مع الوقت تفقد او العملين يفقدوا حماسهم واسلوب الجودة يبتدي انجازاته. فلازم هنا الادارة تخش الدعم وتلتزم اللي احنا نحافظ دايما على مستوى الاداء في الجودة الكلية. ولازم كمان الادارة توفر الموارد المالية اللازمة لان ما ينفعش انا اطبق الجودة الكلية بدون تدريب العملين وتحسين من مستوى الالات اللي موجودة وصيانتها. واشتري خامات افضل الاخير. وده هيتطلب مني توفير اموال. لازم الادارة اللي يتوفر هذه الاموال وإلا لن يتحقق نجاح ادارة الجودة الكلية. النقطة التالتة لازم اطور الهاكل التنظيمية في المنظمة. لان الهاكل التنظيمية الحالية في المنظمة لن تصلح لتطبيق ادارة الجودة الكلية. لان ادارة الجودة الكلية بتعتمد بدرجة كبيرة جدا من اللا مركزية في اداء العمل. ما ينفعش الاسلوب المركزي يصلح للتطبيق. عشان كده لازم كمان عشان اطبق السلوب اللامركزية محتاج استخدم حاجة اسمها حلقات الجودة وفرقة حسين المستمر للأداء عبر الإدارات وده لازم ادخله جوه الهيكل التنظيمي يعني مطلوب مني أعيد وتعديل الهيكل التنظيمي للمنظمة مطلوب أيضا من إدارة المنظمة اللي يتحسن نظم الاتصال في المنظمة وتدعم تقوي هذه النظم لازم نستخدم أداءات اطصال حديثة نزم نضع أسليم أفضل للتنصيق بين الإدارات يعني في اتصالات أفقية في اتصالات رأسية في اتصالات قطرية بين الإدارات والأقسام نتبادل الخبرات الناجحة في الآداء معينة عشان تعمم الخبرات الناجحة في اليدارات ونعرف حالات الفشل اللي حدست في إدارة معينة عشان نتجنب حدوثها لباق الإدارات في المستطبط سالسا دور العاملين في تطبيق مفهوم ادارة الجودة الكلية في المنظمة لضمان نجاح تطبيق ادارة الجودة الكلية في المنظمة يجب على ادارة المنظمة العمل على توعية العاملين تغيير سلوكهم واتجاهاتهم نحو تطبيق مفهوم ادارة الجودة الكلية وتحفزهم وتشجيعهم على ذلك ويتطلب من العاملين في المنظمة الاتجاه نحو ما يلي واحد الاقتناع بأن كل فرد في المنظمة في كل الإدارات وكل الأقسام وفي كل المستوىات الدرية مسؤولة عن الجودة وعن رضا العملاء اتنين الاقتناع بأهمية التحسين المستمر للأداء وكذلك الاقتناع بأهمية التدريب المستمر وعلى العامل أن يتعود على الرقابة الذاتية على أداؤه ومرقبة العمليات أثناء وبعد الأداء وليس بعد الأداء فقط ويجب كذلك على العامل الفصول على تغذية مرتدة بالمعلومات عن العملاء الداخليين أو الخارجين لها لتعديل أسلوب عمله ليحقق رضا العملاء كما يجب علينا أن نعتبر أن الأخطاء فرص لتحسين الأداء لأن أي خطأ قد حاسس ومع دراسته لن يتكرر هذا الخطأ مرة أخرى كما يجب أن يتعلم ويتعود العامل على التعاون مع الزملاء وكذلك تشجعهم على تقديم أختراحاتهم لحل المشكلات أو تحسين الأداء في المنظمة يجب على إدارة المنظمة الحصول على رضا العاملين والعمل يعتبر عميل داخلي لأن هناك قاعدة تقول لن يرضى العميل الخارجي للمنظمة إلا إذا رضي العميل الداخلي اللي هو العامل عشان كده لازم إدارة المنظمة تسعى للحصول على رضا العاملين ويمكن الاعتماد على ذلك في دراسة نموذج لدراسة ضايرات رضا العاملين والذي تكون من ما يلي أولا العوامل الصحية وهي تشمل على ما يلي ظروف العمل الأجر والأمان العلاقات الشخصية الإشراف والإدارة السياسات المنظمة أما العوامل الدفعة تشمل على ما يلي الأعتراف والتقدير الشعور بالإنجاز المسئولية التحدي والفرص طبيعة العمل نفسه والنمو والتقدم في مجال العمل والخبرات من دراسة نموذج هيرسبرج لدراسة مغيرات رضا العاملين يلاحظ ما يلي أولا لو العوامل الصحية فقط هي الموجودة بدون العوامل الدافعة نصل إلى مرحلة الحياد بين الرضا وعدم الرضا أما إذا وجدت العوامل الدافعة فقط يحقق للعامل الرضا المؤقت أما في حالة عدم موجود العوامل الصحية ولا العوامل الدافعة يسبب ذلك عدم الرضا أو الاستياء عند العاملين والحالة الوحيدة الإيجابية هي وجود العامل الصحية والدفع عملا معا الأمر الذي يحقق الرضا التام للعامل الفصل الثالث إدارة العلاقة مع البيئة الخارجية للمنظمة تشمل العلاقة مع البيئة الخارجية للمنظمة العلاقة مع العملاء والمردين ونظم المحفظة على البيئة من التلوث ويتم ذلك وفقا لما يري أولا إدارة العلاقة مع العملاء أول نقطة هنتكلم فيها ما هي أهمية احتفاظ المنظمة بالعملاء القدامة بالرغم أن كل منظمة حريصة على جذب عملاء جدد لها عن طريق العنانات وترويج المبيعات والخصومات إلى آخره إلا أنه من الضروري أن تحتفظ المنظمة بالعملاء القدامة وذلك لما يأتي أولا العميل القديم يعتبر من أهم مصابر حصول المنظمة على عملاء جدد بالإضافة إلى سهولة تصارة التعامل مع العميل القديم لتعود التعامل معه تكلفة وجهد اكتساب عميل جديد بتساوي تكلفة وجهد وقتها احتفاظ بخمس عملاء قدامة كما أن العميل القديم يعتبر أقل تأثرا من العميل الجديد في حالة تغير مستوى الجودة أو السعر أو الخدمة للمنظمة في حالة من الحالات لأن العميل الجديد ليس له ولاء للمنظمة وبالتالي إذا شعره بتغير العلاقة يتركها فورا للبحث عن منظمة جديدة يضاف إلى ذلك أن حجم وقيمة مشتريات العميل القديم أكبر بكثير من العميل الجديد الذي بازال يجرب التعامل مع المنظمة توجه المنظمة نحو العملاء يجب أن تتوجه المنظمة في عملياتها نحو العميل ولذلك يتم تصنيف عملاء المنظمة وفقا لظاهر الجبل الجديد وفقا لما يعني مع العميل بأن جبل الجديد يظهر جزء قليل جدا منه على صفح البحر أما الجزء الأكبر فهو يختفي تحت صفح البحر نتكلم عن المجموعة الأولى اللي هي نعتبرها قمة جبل الجديد هذه المجموعة تمثل عدد خليل جدا من عملاء المنظمة يمثلين حوالي 4 حمية من العملاء ودول بطبيعتهم بيقوموا من نفسهم بتقديم الشكاوى أو الافتراحات لإدارة المنظمة على الإدارة هنا تتعامل معهم بطريقة رد الفعل حيث يتم الترحيب افتراحتهم والاستجابة لها إن كانت مقبولة وعلاج أسباب شكاوىهم والاعتبار لهم إخالة خطأ المنظمة ومصالحاتهم بهذه أما المجموعة الثانية التي تعتبر باقي جبل الجديد الموجود تحت سطح البحث الجزء الكبير تمثل المجموعة الأكبر من عملاء المنظمة والتي تمثل حوالي 96% تقريبا من العملاء دول من نفسهم لا يقدمون الشكاوى والاقتراحات ولكن يكتفون بعدم التعامل مرة أخرى مع المنظمة ويبلغ شكواهم والحكاية عليها إلى حوالي 10 من معرفهم مما يسوء إلى سمعة المنظمة لذلك يجب على المنظمة التوجه إلى هذه المجموعة بالمبادر من الاستفسار عن شكواهم واختراحاتهم عن طريق اللي أنا أعمل لهم مقابلات شخصية أو أعمل لهم اتصال هاتفي أو عن طريق الاستفسار المجموعة الثانية باقي جبل الجليد الموجود تحت السطح البحر وهي تمثل مجموعة أكبر من العملاء حوالي 96% تقريبا من العملاء ويزي المجموعة لا تقدم الشكاوى ولا الاقتراحات وفي حالة وجود شكاوى لهم لا يبلغون إدارة المنظمة بها ويكتفون بمقاطعة المنظمة بل يتحدثون عن شكواهم لحوالي 10 من معرفهم كل شخص يتحدث إلى 10 من معرفه على القلب ولذلك تسوق سمعة المنظمة ولذلك يجب على المنظمة التوجه إليهم بالمبادرة للاستقرار عن شكواهم واختراحتهم عن طريق الاستقرارات أو الاتصالات الهاتفية أو المقابلات الشخصية إن علاقة المنظمة مع المواردين يجب ألا تأخذ صورة مباراة يكسبها طرف على حساب طرف آخر ولكن يجب أن يحقق التعامل مع المواردين على المدى المعيد مكاسب للطرفين طيب إزاي ننمي العلاقة بين المنظمة وبين المواردين يتم ذلك عن طريق ما يلي أولا تنمية الثقة المتبادلة بين الطرفين ثم ندعم ونقوّل نظم الاتصال بين الطرفين بسرعة حل أي مشكلة قد تظهر نتيجة التعامل بينهما وسرعة حل المشكلات لا تزيد من اتفاقهم ثانيا إدارة العلاقة مع المواردين حلقة المنظمة مع المواردين لا يجب أن تعقل صورة مباراة كسبة طرف على حساب طرف آخر ولكن يجب أن يحقق التعامل مع المواردين علاقات جيدة ومكاسب للطرفين على المدى البعيد لذلك يجب الاهتمام بتنمية العلاقة بين المنظمة وبين المواردين ويتم ذلك وفقا لما يلي ألف تنمية الثقة المتبادلة بين الطرفين بدعم نظم الاتصالات بين الطرفين بسرعة حل أي مشكلة قد تظهر أثناء التعامل بينهما وكما هو معلوم أن سرعة حل المشكلات لا يزيد من تفاقهمها كما يجب زيادة الرعاية المتبادلة بين الطرفين خاصة في عوقات الأزمات بالإضافة إلى تحسين المستمر لشروط التعاقد بين الطرفين نتيجة حسن التعامل بينهما فيما مال كما يجب تحقيق الرعاية المتبادلة بين الطرفين خاصة في عوقات الأزمات بالإضافة إلى تحسين المستمر لشروط التعاقد بين الطرفين ثالثا إدارة العلاقة مع نظم المحافظة على البيئة من التلاوث في السنوات الأخيرة زاد اهتمام المنظمات الدولية والدول والحكومات وجماعات الضغط السياسي والأحزاب بالمحافظة على البيئة من التلاوث كيف نطبق مبادئ إدارة الجودة الكلية على النشاط البيئي للمنظمة يتم ذلك وفقا لما يلي أولا دعم واهتمام الإدارة العليا للمنظمة بالنشاط البيئي وكذلك توفير الموارد اللازمة لتحسين الأداء البيئي للمنظمة كما يجب على إدارة المنظمة على القيام بالتحديد الدقيق للمشكلات البيئية ناتجة من عملياتها ومنتجاتها وعلاجها مع وضع نظام لأولويات العلاج تحل مشكلات الأكثر صعوبة ثم لا تتاليها ولا تتاليها كما يتم تحفيز الإدارات المميزة في المنظمة والمحافظة على البيئة من التلاوث الفصل الرابع العمليات الداخلية تشمل على عمليات التحسين المستمر للأداء ولا حساب وخفض تكاليف الجودة أولا التحسين المستمر للأداء حيث يجب على المنظمة القيام بعمليات تحسين مستوى أداء بصورة مستمرة لنزلك من سنن الحياة ويتم لذلك تتحقيق مركز تنافسي قوي في السوق وللحصول على رضا العملاء وتحقيق متطلباته ثانيا تكاليف الجودة تشمل تكاليف الجودة على تكاليف المطابقة وتكاليف عدم المطابقة وذلك كما يلي واحد تكاليف المطابقة هي التكاليف التي تتحمل المنظمة لتقديم سلع وخدمات مطابقة للمواصفات وتشمل على ما يلي ألف تكلفة الوقاية وذي التكاليف اللي المنظمة تتحملها لتجنب تقديم سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات وتشمل على ما يلي تحسين أداء عن طريق صيانة وضبط الآلات تدريب العاملين لزيادة نهاراتهم شراء موازة تجاودة علي تكاليف التقييم دي التكاليف اللي المنظمة بتتحملها عشان تتأكد من أن السلع اللي بتنتجها والخدمات مطابقة للمواصفات ودي عادة التكاليف المرتبطة بقسم إدارة الجودة في المنظمة اللي بيأشمل على تكاليف مباني ومعدات قسم الجودة الأجور والمرتبات والحوافز المدفوعة اللي عاملين في قسم الجودة المواد المستخدمة في مراقبة الجودة والمستهلكات التي يتم اختبار الجودة عليها وتستهلك أثناء مرأبة الجودة بتكاليف التقييم دي التكاليف للمنظمة بتتحملها عشان تتأكد من مطابقة السلع والخدمات التي تقدمها مطابقة للمصفات ودي عادة من التكاليف المرتبطة بقسم مرأبة الجودة في المنظمة وبتشمل على تكاليف مباني ومعدات قسم الجودة أجور ومرتبات وحوافز العاملين في قسم الجودة المواد التي تستخدم في مرأبة الجودة والمنتجات المستهلكة في عملية مرأبة الجودة لتأكد من سلامة باقي المنتجات الجزء الثاني من تكاليف الجودة هي تكاليف عدم المطابقة ودي التكاليف للمنظمة تتحملها نتيجة إنتاج سلع أو خدمات غير مطابقة للمواصفات وبتشمل على نوعين من التكاليف النوع الأول تكلفة الفشل الداخلي ودي التكاليفة للمنظمة تتحملها نتيجة إنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات ويتم اكتشاف ذلك داخل المنظمة وبواسطة العاملين في المنظمة قبل بيع هذه السلع للعملاء وبتشمل على ما يلي تكلفة إصلاح هذه السلع إن كان يصلح ذلك أو إعادة تصنعها إن أمكانها ذلك وممكن يكون ذلك في صناعة المواد البلاستيك أو المعادل ممكن إعادة تصنعها أو إعادة تشغيلها أو بيع هذه السلع في السوق فرز تاني أو ثالث أو قردة وإنا بنخسر كتير في تمن البيع وأحياناً بيتم اتلاف هذه السلع إذا كانت تحمل اسم أو شعار الشركة حتى لا تقع في يد من يوسيق إلى الشركة أو أحياناً السلع دي بيكون ضر المستالك إذا استخدمها فبيتم اعدامها برضك الحفاظ على سلامة المستالكين بتكاليف الفشل الخارجي دي التكاليف اللي منظمة تتحملها لو باعت للعميل سلعة أو قدمت له خدمة والعميل هو اللي اكتشف في العيفة هذه السلعة التكاليف دي اكتشمل على ما يلي المنظمة مطلوب منها استدعاء واسترجاع هذه المنتجات لمنظمة الإصلاحها أو استبدالها أحياناً المنظمة تدفع غرامات وتعويضات إذا حدث ضرر للعملاء نتيجة الاستخدام والأهم من ذلك فقد سمعة المنظمة في السوق والسومة لا تقدر دماغ في ملاحظة أهمة جداً عندنا إن مع زيادة مستوى الجودة في المنظمة بتزيد تكاليف المطابقة وبتقل تكاليف عدم المطابقة ولكن بصورة عامة تقل تكلفة كلية للجودة اللي هي بتشملت حكتين مع بعض تكلفة المطابقة وتكلفة عدم المطابقة ترجمة نانسي قنقر